السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استخدمت في الفيديو السابق أداتين Shift 7 و Project From View سأشرح اليوم الأداتين أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين كذلك تابعوني على إستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنه جديد لأي سؤال أو استفسار ربط الحساب في الديسكريبشن في الأسفل أولا ما هي Shift 7 Shift 7 تجاهلك تنظر مباشرة في النورمل للسطح المحدد ما هي النورمل أولا أضغط طاب لهذا تلاحظون هذه النورمل استحدثتها من هنا تأتي إلى Overlay ثم تأتي إلى Normal هنا وترفع Size كما تشاء هذا النورمل هو الاتجاه أنت تريد النظر في الاتجاه النورمل مباشرة بإمكانك تخمين هكذا أو بإمكانك تحديد السطح ثم تضغط Shift 7 وتلاحظون الأمر لما ضغط Shift 7 على هذا كل هذه النورمل ظاهرة إلى النورمل الخاصة بهذا لأننا ننظر في الاتجاه مباشرة إذن كيف استخدمت هذه التقنية في الفيديو السابق؟ إذا أتيت الآن إلى Collection رقم 2 سأخفي هذه ففي الفيديو السابق انتهينا إلى شكل مثل هذا وأنا أريد تطبيق هذه التكشتر مباشرة على هذا أنا أريد تطبيق هذا التكشتر مباشرة على هذا بإمكاني تخمين هكذا ولفه إلى أن يصير هذا مختفين تماما والضغط على 5 للأرتوغرافي بهذه الطريقة المتعبة أو بإمكاني اختيار هذا ثم أضغط Shift 7 مباشرة لماذا Shift 7 مباشرة؟ لأن هذا هو مجرد إسقاط لهذا فقط قمنا بإسقاطه عن طريق Solidify كما تذكرون شاهد الفيديو في الأعلى الفيديو السابق الذي ظهر منذ قليل فتعرف كيف استحدثنا هذا السطح هنا لأنه مجرد إسقاط لهذا على الأسطوان الكاملة فإذا اخترت هذا ثم ضغط Shift 7 فإن السفلي سيختفي تماما تحت هذا إذا ضغطت Z الآن فنينظهر أي شيء من هذا السفلي لذلك اخترت هذه الطريقة ثم بعد ذلك ضغط H لإخفاء هذه ثم اخترت هذا ثم أضغط Tab للدخول في Edit Mode ثم U ثم Project From View Bound ما هي Project From View Bound وسنشرح Project From View لأنها في التاريخ كذلك لنبدأ ب Project From View لما نأتي أولا إلى UV Editing هنا أضغط الآن U ثم Project From View لكن قبل ذلك عليكم أن تحفظوا هذا الشكل لا أعني بهذا الشكل ثلاثين أبعاد لكن أعني هذا الشكل ثناء الأبعاد كأنه مرسوم ثناء الأبعاد ضغط الآن U ثم Project From View فتلاحظون الشكل هو نفسه هذا إذا أتيت إلى هنا وضغطت U Project From View فتلاحظون أن تحول إلى هذا هو نفسه هذا إذا ابتعدت هكذا ثم ضغطت U Project From View فتلاحظون أنه نفس الشكل إذا اقتربت إلى هذه الدرجة وضغطت U Project From View تلاحظون كذلك أنه نفس الشكل هذه هي Project From View إذا أتيت الآن إلى هنا وأعدت تظهر الشكل عن طريق Alt H الصورة إن صح التعبير اللوغو فإني إذا أحددته ثم ضغط Shift 7 ثم بعد ذلك أخفيته فإني أنظر مباشرة في الإسقاط الذي أريده لذلك اللوغو إذا ضغطت الآن Tab ثم ضغط حددت كل شيء ثم ضغطت U ثم Project From View فإذا أتينا الآن إلى UV Texture تلاحظون أنه بنفس الشكل الذي هو هنا لا يؤت UV Editing لكنه لا يملأ هذا السطح ونستطيع أن نعمل J ثم S ونكبره إلى أن يملأ هذا المربع كلية بطريقة تخمينية هكذا أو بإمكاننا عمل شيء الثاني وهو Project From View Bound يأتي إلى لا يؤت هنا ثم أضغط Tab ثم أضغط Project From View Bound و Project From View Bound يقول للبرنامج حاول أن تملأ ذلك المربع الذي رأينا في UV Editing هنا هذا المربع حاول أن تملأه كليا بهذا بأي طريقة فإذا كان مربع مثالي اجعله فوق هذا مباشرة وإذا كان شيء أقرب إلى المربع فملأ أكبر قدر مستطاع من هذا المربع بهذا المربع نأتي الآن إلى ليو ثم أضغط Tab ثم أضغط You Project From View Bound وبما أنه مربع مثالي لأنه إسقاط لذلك اللوغو فإذا أتينا الآن إلى UV Editing هنا تراحظون أنه ملأ هذا المربع بشكل مثالي ثم بعد ذلك تأتي إلى Shade هنا تحدد هذا وتأتي بالصورة التي أدخلناها في Images As Plain أدخلنا الصورة وهي الآن تبقى في كل جوانب البرنامج أتي إلى هنا وأدخلها هنا ثم أربطها هنا الآن إذا استظهرت الطبقة الأولى التي فيها هذا الشيء تراحظون النتيجة هذا كل شيء بالنسبة لل Project From View وبالنسبة لل Shift 7 إذا أعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق شاهد هذه الفيديو التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته